اخبار اليوم شهر رمضان في اليابان في اليابان يعيش المسلمون وذلك على الرغم من بعد المسافة نسبيا بين هذه الدولة التي يطلقون عليها اسم بلاد الشمس المشرقة وبين الدول الإسلامية إلى أن في ذلك دليلا على أن الإسلام دين العالمي لا يعترف بأي حواجز كغرافية وفي هذه البلاد شكل المهاجرون غالبية المجتمع الإسلامي القليل عن أفراده لذلك يمثل شهر رمضان فرصة المسلمين من أجل ممارسات شعور أرم الدينية داخل الإسلام في اليابان فمنذ حوالي 100 عام عن طريق التجار وبعض المسلمين من اليابانيين الأصليين الذين أسلموا خارج بلادهم وعادوا إليها نشرين دعوة الله تعالى ويبلغ غدد اليابانيين المسلمين حوالي 100 ألف ياباني أما المسلمون غير اليابانيين من المقيمين في البلاد فيبلغ غددهم حوالي 300 ألف مسلم ويبشر متقبل الإسلام في اليابان بالخير الكثير حيث تقدر أعداد اليابانيين الذين يدخلون في الإسلام في اليوم الواحد من 5 إلى 50 يابانيا وفي اليابان هناك مؤسسة إسلامية لرعاية شؤون المسلمين وممارسة الدعوة الإسلامية وهي المركز الإسلامي في اليابان الذي يضم أيضا لجنة لإشار الإسلام لتحقيق التكامل بين أشيطة الدعوة ورعاية المسلمين الداخلين في الدين حديثا ومن أبرز مظاهر شهر رمضان في اليابان هو تنظيم مآدب الإفطار الجماعي وذلك من أجل زيادة رابط بين المسلمين في هذا المجتمع الغريب وخاصة بين العرب الذين يكونون قادم الأرض السريع ولا يعرفون في هذه البلاد أحدا تقريبا وتكون هذه المآدب بديلة على التجمعات الإسلامية المعرفة في أي بلد من البلدان الأخرى بالنظر إلى غياب هذه التجمعات في اليابان كما يحرص المسلمون على أداء صلاة الترويح والقيام في أيام الشهر الكريم ويأتي الدعاء من البلاد العربية والإسلامية ويحظى المقرؤون الراحلون الشيخ عبدالبست عبدالصمد ومحمد صديق المشاوي بانتشار كبير في أوساط المسلمين اليابانيين حيث يتم أيضا جمع الزكاة من أجل انفقاها في وجوه الخير ودعم العمل الإسلامي ويتم جمع هذه الزكاة طوال العام وفي شهر رمضان في المركز الإسلامي صاحب المصدقية العالية في هذا المجال وفي خصوص صلاة العيد فإن الدعوة لها تبدأ من العشر أو خم شهر رمضان وقد كانت تقام في المساجد ومصليات فقط لكن في هذه الفترة الأخيرة بدأت أقامتها في الحدائق العام والمتنزهات والملاعب الرياضية الأمر الذي يشير إلى الأقبال المسلمين في اليابان من أهل البلاد أو الأجانب عنها على الصلاة كما يساعد على نشر دين بين اليابانيين وتعرفيهم به حين يرون المسلمون يمورسون شعائرهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر